السلام عليكم و اليوم جايكم مقطع جديد اليوم جايكم مقطع مينكروف جديد اليوم ما راح أبدالكم الحلقة و نروح أجمع شيء و مدري لا، سويت أشياء كثيرة 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 بشكل مبطوي طال قدامكم على الشاشة الأشياء اللي سويتها منها أني فضيت منطقة البحر ذبحت كل الوحوش اللي هناك أو ذبحت البوسات اللي في البحر ما أدري جمع بوس الزبدة البوس اللي في البحر هذا ذبحت ثلاثة منهم أتوقع أن عددهم ثلاثة وجمعت و خلصت حديات وجمعت دايموند كله شيكو الدايموند شيكو الدايموند اللي موجود معنا ناختاراته منه طبعا بديت هذه الحلقة عشان بس أسوي معكم البكاكس و أجمع الأبسيدين و نروح على النذر هذه الحلقة برعاية النذر هنا هنا قصب السكر هنا الجزر هنا هذا الشي ما أدريوش النذرات و أعطوني ستاند هذا وينه في هذا بروينج ستاند حق البوشنات فما أدري كيف بيكون الوضع صراحة بالبروينج ستاند بس غالب أننا بسوي منه أعطاني قلاس باتل بعد فغالب أني بسوي منه اللي هو البوشنات و كذا نكون مستدين لكن الشي اللي للحين ما عرفتوش أو ما عرفت كيف أجيبه طبعا هذه الأشياء كلها جمعتها سويت الشيرز جمعت السيغراس من البحر لكن الجلد عجزت أجيبه والله عجزت أجيب الجلد ما ديش سوي عشان أجيب الجلد هذا طبعا جاي من هذه يوم كنت أسوي الموب تراب نزل اللامة و خذيت منها الجلد تتوقع أنه كان كذا لأني حصلت الجلد هناك طبعا هم يعني مجهزين لنا سالفة الانشانتك تابل أو آل التطوير لكن ما أدري هل أسوي آل التطوير و خلصت حدي حقها ولا أسوي آل التطوير رست في جميلة ثم أخلصت حدي حقها فهذا الشي لازم نعرفه طيب الحين معنا البكاكس الدايمود بسم الله نكسر لو سي يدير خيرا الحمد لله يا رمطيح طيب جب معنا عدد لا بأس فيه الحين راح نروح على هذا المكان والله تشوفون تفقى أنها ما تكفيت يعني هنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين يعني مجموعة عشرة و لمعي حاليا سبعة في حقه الانشانتك لكن راح نروح هنا و راح نجمع الباقي اللي هي من المنطقة هذه سترق عيال عجزت جيبة يعني رحت منطقة جديدة ترفو المنطقة حقها مو منطقة جديدة منطقة القبة اللي كان فيها قب وكان فيها الزومب الغريبين هذوليك اللي يسممونك يطقوك طيب هذه هي المنطقة لو شوفون هنا حطيت الدرج هذا شوفكم مية لوبسيدين اللي اقدر اجمعه مرة كثير مرة كثير من هنا جمعنا حاليا ثنائش ثنائش تعتبر كافية جدا لكن راح ارقى هنا وارك من منطقة من فوق كسرت فيها اشياء كثير ما يعني ما سويت شي اللي قاعته توقعت ان شي عادي ان اقدر اخلص هذه منطقة كلها بس كمية اللي بسيدين يا شباب كمية ستون اللي كسرتك كب ستون يا ساتر طبعا هذي كنت واقف عشان احتر الليل يجي هنا لابز لزولي خنكسره انا كنيسة موب اوكي والله في موبس تحت خلونا ندخل منطقة حق الكهف هذا سوي زي الرقة هنا انا خوفي اني موت والله همم هلو 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 هذا كيف شوف دينا نطفوا من هنا ووب كم عددهم يا ساتر اطقون 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 الحين ايوو هلو هلو وشت المنطقة صدقون دي ما شفتها والله شكلة منطولة جهين اوخ نجمع فحم والله يبغى نفحم كثير هذا فوق ولا تعالى تولوين وانا فحم واجد والله اني خايفين تفني الحمد لله اذبحته انا شبين ذول مم يا الكريبر مم ما بغيش هي القولد انا باقي طق اخيرة الحمد لله مر طيبة يا شباب مر طيبة انا بغيش استكشف المنطقة اوكي هنا شترينج صار معنى خمسين حلو حلو ممتاز ممتاز جمع ريدستون جمع اي شيء قدامنا لاننا من نبراجين هنا ما توقع ان نرجع لانكمية الموابز اللي هنا ذبحناها مرة كثير لما دي كم حلقة ذي بتتر مدتها بس ان شاء الله انما تكون طويلة مرة يا رب غلابكم يبغى حلقة طويلة بس انا ما احب صراع هذا هيحسن اشيال هم من المشاهد ايميل عنها الحلقة او السلسة سولو فطبيعي المشاهد ايميل من بعض اللقطات لكن احاول حاول ان يقص قصها احاول اني اتجنب هذه اللحظات الطويلة يعني وانا امنتج اشوف ان هذه اوه ما يصلح المشاهد قد يناظر لي هنا لازم تقص هذه اللقطة اراح اقصها الله شكلنا من نصطر نستخدم بكاكس دايموند هذا الشيء اللي ما وباه بله لا 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 بالغلط والله بالغلط بالغلط اه اخلا بنيسك بالغلط والله عمنا بالغلط وافضل شيء لنا سوينا هذا الشيء عشان نرجع الان نسوي بكاكس دايموند منطقة ذيك اقسم بالله كل شيء يطلع لي في شيء جديد والله كل شيء يطلع لشيء جديد بس يعني كمية سترينجو ذالأشياء اشوف كمية الأغراض اللي طلعناها طيب نسوي بكاكس ثاني نخلي دايموند هنا عشان ما نستخدم أبد لقنا ثنين ايرون ان شاء الله نيكفي للمنطقة وعندنا هذه نسوي واحدة بدالها وإلا وش هذي مندي في نفس الوقت مبريكينج ما أدري ازبت ان بسوي شامع بسوي بدالها واحدة لاني حس استخدام هذه غير كيف غير ما أدري يعني ما بغى خربها والله العظيم شيء لهم من يخربها خلونا على أنا عليه روح هنا نبدل هذه نضبط نعدل إن شاء الله مرنا تكون طيبة بسم الله نبدأ من تحت ايه اوكي اوكي نسيت والله نسيت وبوبوبوبوب وبوبوبوبوب والله العظيم خرشوني حبتوا واحدة بس تذبحهم والله البوي يذبحهم على طول شوفوا كيف شوفوا كيف صار المكان كذا لا 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 يا الله ليش بجي بزيادة أنا خلاص يعني أحب المشاوير طيب خلصنا الحين نحط أخر ثنتين ونجيب اللو بسم الله هوبا ألو ألو مني طيعت انت هذه النذر أو بوبوبوبة النذر اخيرا أخير رسونا الحمد الله الحمد طيب الحين المعنى دايما كثير رح نسوي نار اللي نار نروح لمنطقة النذر لكن المشكلة لا يماند روحه ننكب قليلاً رجع البكاكس زي ما كان وهنا نجيب هذا البكاكسين قبل ما نروح للنذر لازم نروح لمنطقة ثانية اللي هي منطقة التحديات نخلص كم تحدي عندنا مرة كثير مرة كثير كانت نهيئة أني نزين هذه المنطقة في هذه الحلقة لكن الأغلب قاس اللوب لازم تنهيئة بأقرب وقت لأن المفروض أنك تبدأ أصلاً مع أحد ما تكون لحالك لكن والله صعب 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 جداً أني يسوي هذا الشيء لأن مرات أبغى أصور في آخر الليل أو أبغى أصور في وقت الصباح ما يكون أحد موجود فتخيلوا أني مثلاً أصور مع أوسمس وأنتظر عليني صحة بعدين إذا صحة أكون مشغول فهمتوا الفكرة فهذه السلسلة تعتمد على حلقة في الأسبوع تقريباً يعني صعب أني أتركها وخلي أحد معي يبغان ثمان حبات من هذا عشان سوي الجاك لانترن أتوقع أن اسمه زي كذا كيف نسويه؟ حسناً لقائنا الشيرز وش نسوي حين؟ نضغط عليه كليك كيمين يعطينا هذا الشيء يعطينا البوم كونسيد ونشيله فهمتوا الحركة؟ كذا كليك كيمين كليك كيمين كليك كيمين راح يبدلها كلها ورح يعطينا كمية بوم كونسيد وموم طبيعية هون يدري عن الحركة ذي وما كنت تعرف أن يمدين يحولها بالشيرز لكن وش نسوي بعدها؟ بعدها نجيب الثمانية هذه نحطها نحط فوق أو تحتها شمعة يعطينا الجاك لانترن ثمان حبات تكفية عشان نسوي التحدي فبسم الله خلونا نروح نسوي التحديات حقه الكول والجاك لانترن ونشوف ايش تطلع عنها لأن اليه الحين ما نلقينا بيتروتسيد يعني فيه فيه تحديات مرة كثيرة سويناها بعد البيتروتسيد لك وقفنا عندها يعني هذا ما خلصته 64 وهنا 48 الكوكيز الكاكاو الورق خلصته المينو خلصته هذا الجاك لانترن حلو طيب نحط هذا هنا يعطينا بوكيت اوكي اختصرنا ثلاثة حبات اي رون تقريبا بايدر اي خلصت بقي سترنج هذا 150 حاليا لازم اجيب 64 والله صعبة شوي سوساند اتوقع انك هم معنا 4 لكن اذا رحنا النذر يمكننا نخلص هذه التحديات كلها ريدستون ريبيتر سينا نسوي ريدستون ريبيتر لو في كرافتنج هنا سويناها لكن الاسف ما فيه اوبسيرفر ريدستون لامب 64 كول زومبي فليجر سبون إيج خليص اتوقع ان معنا سبون فيليجر هذا معنا واحدة ثانية في البيت أو في مكاننا واحدة للتشستاد فهو شي جميل فسوينا تحديات جدا كثيرة في المقطع هذا بشكل طبيعي طبعن اغلبها كان من البارة على اللقطات سوينا تحديات عشان ما اطفشكم سوينا تحديات جدا كثيرة سوينا مهام جدا كثيرة فالحمد الله اللي بيسوي الحين رح نروح المكان حقنا سوي اختاريك تابل وراح ندخل النذر نشيك عن نذر نشوف شفيش ما فيه لان فيه تحدي هنا يطلب غاست تير اللي هو دمعة الغاست خل نقول معنا الورق يبغانا ثلاثة أوراق حلوين كذا ثلاثة غراض بنمر كثير الثلاثة أوراق هذي هطل كذا جلد وحده قطينا كتاب نسوي كذا وعدها كذا وبعدها كذا الحمد لله سوانا الحمد لله كيف تجيب على جلد مرة ثانية ما أدري صراحة ما عندنا لجلد واحد ونشينا نودي هذا السيقراس أتوقعنا فيه تحدي له خلنا نشوف توقعنا فيه تحدي له لاني أذكر كان فيه تحدي له فيناس يقولون أكتب طيب المهام كل أكتب مئة مهمة شباب لازم يعني نروح نجي نروح نجي نروح نجي يعني متعة كذا مم متعة بس أنا عاد شو نسوي حرفيا هذا لازم نسويه لازم كل شوية نروح نجي مستحيل أني أكتب كل مهمات مثلا فورقة ولا شي وقد أن أعرف فيها كل شوية ريد ستون ريبيتر بسم الله ريد ستون ريبيتر أعطنا أرنب سبون أرنب جي من الجلديني ولوش والله ما أدري ريد ستون كمبرتر سيرفر ريد ستون لام هذه أشياء سهلة والله تصدقون سبونج خلصناها هذا السيقراس حلو أربع يبغوا بس أعطانا وارد بكرة على وارد بس غالبتنا بيكون عشان اللون خلونا نرجع الحين وندخل نذر خلاص حسنا طولنا مرة بزيادة نبدو ضبط الحين ليست ثلاثين دقيقة ولا سويت الشيء المهم اللي مفروض أني أسوي الحلقة عشانا لكن كل شوية يطلع شي جديد كل شوية أنا أفكر بشي جديد عشان أخلص قد ما أقدر المهمات النفيف بالي أن أبدأ سكاي بلوك لكن مع شخص تاني بتكون خرافية جدا نظامها أفضل من هذا مليون مرة هذا نظام تحديات وزي كذا لكن هذاك أفضل أفضل بكثير في تحديات لكن نظام الجزر وهذا الأشياء أسطوري فإن شاء الله بإذن الله إذا خلصت هذه السلسلة بإذن الله نروح على السلسلة هذه نبدأ مع شخص عد مين الشخص ما أدري صراحة للحي ما كلمت أحد والحي ما أدري هل بأبدأه ولا لا لكن بإذن الله مستمرين دعمكم هذا عمشي دعمكم أقسم بالله الحظيم يخليني أستمر بسم الله وعلى بركة الله أهم شي نسويه الحين يا ربي كريم يا رحمة الرحيم أننا توفق هذه الخطوة معنا الأسهم معنا كل شيء حوالي ثلاث ستكات كافية وزياد عشان نقتل القاست وها معنا أدروع أو شيء فإبغاننا نجمع آيرون من المكان اللي قبل شوية رحناه ونشبنا فيه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والله يتوقع شي ثاني في موبز وفي مدري وشو المدري وشلون جاني القولد نيجت هذا ما أدري لكن نروح مرة ثانية لازم تستكشفي زي الناس معانا بلوكات معانا كل شي نقدر نتحرك ونقدر روح نقدر نجيب هذي عبار عن الله ما أدري وشو هذا لكن هنا مثل ما تشوفون شفيه يعني نروح كذا بالبلوكات ولا وش ما أفهمت صراحة في النذر كوارتز هنا فيه أشياء كثير أنا أبغى أروح هنا وبغى أشوف وش فيه بالضبط أكسر ولا ما أكسر اسبوان ولا وش لا أنتظرهم يرسبونه هنا بليز ليش مو بقاعد يرسبن خلونا نتأكد والله حاط إيزي طيب نحط نورمل ما أدري بيفرق أسرى ولا لا لكن يا ساتر يا ساتر المكان وش ذا والله أنا يخوف جد شو عن بليز كشيخ أقسم بالله خرشني فيه تحدي إني أجيب راس واحد منهم يا ساتر كمية الرسبن والله أنا خرشني أقسم بالله أنا خرشني ألف شكله يا شيخ هذا ليش من رسمي عند البليز ليه أنا أبغى أميرسولا طيب كيف أيوا حلو على مطيحني على طول ما في تفاهم يا ساتر عندنا أنا ما معي دروع بس يبنينا نروح مرثانا يشوف الشراطة يا ساتر أقسم بالله شي مفطبي ما توقعت هل هذه الدرجة يبغى مني روس لأنا سيف لوتينك هل نطول ونروح ولا وش ما أدري المشكلة ما معناه كتب ولا كان طورنا كتب ومشوفنا وجبنا آنفل وجبنا هذا الأشياء هذا بيرسلنا حين فجأة أقصر الصوت لأن مرة طولنا الصوت قبل شوي وخرش أهلي والله يتيش طيف أيوا هذي أول بليز هذي ثاني بليز أتوقع وم بيرسلونه مرة ثانية غالبا يعني كم واحدة واحدة بس سوي طريق الأخير ولا ندي هنا يرسلونه هذا فجأة والله مد كيف طريقة الرصبنا هنا والله جد ما أدري لكن نسوي طريق الأخيرين دول ما أنا أحبة بليز رود شي جميل جدا نجبنا على الأقل واحدة معنا مفروض أن نجيب أكثر لكن أكثرهم طاحة أتوقع وش هذا إيش الكوست أيوا تعال 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 لازم أسكر منطقة ذي كاملة عشان ما يطحفوا ما طاح قاست حلو بسم الله والله ذا غريب خايف أقرب زيادة والله شطف أهلي طيب كيف نجيب هذا فكرة كانت أني أعطيه ترى والله حرق الدنيا ذا طيب أبغل عين حقتك لازم أسكر منطقة كاملة أتوقع أخذ لك طح يبغى أنك كمية كابل ستون مطبيعية عشان إذا رصبا يكون الوضع غير أهم شي استكشفنا ما أدريش الحيوان هذا اللي يقبشوا مع سيف قولد تغالب النزوم بزي يوم من متكد صراحة يبغى أننا بوشنات يبغى أننا دروع يبغى أننا أغراب مر كثير المدد Höد الوضع يخوي يبغى لنا دروع يبغى أننا كابس تون يعني أتوقع لازم نأخذ هذا كابس تون كله عشان أبدأ نبني هناك نروح مرة أخيرة بس عشان نبني عند حاطئنا аждان نبني عند عشان لو رصبا إي بدينا نطيح أو نطيح العين حقتها قبل شوي عشان ما تروح لأنه تحدد حقتها أخر شي بالحكم بسم الله تم سكر حقتها في اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة